نسبة للتوسل بالأموات نعم لأن كنا سمعنا من حد مسموع الكلمة ريض جدا أنه ده في اختلاف فقه في الأمر ده يعني فيه اختلاف أنه ممكن نتوسل بالأموات ولا لا فبس هل الأمر ده فعلاً فيه اختلاف فقه وهل ده متعلق بالفقه ولا متعلق بالعقيدة بعد والذي الله تبارك وتعالى أنه أمر متعلق بالعقيدة ولا يجوز لأحد أن يتوسل بالأموات وإنما يجب أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمانه بالله عز وجل وباتباعه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعمله الصالح فحبك لله وإيمانك بالله وحبك لرسول الله وإيمانك برسول الله ومحافظتك على الصلوات وبرك لولديك إلى آخره كما هو ثابت في الصحيحين في حديث الغار في حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار توسل كل واحد منهم إلى الله تبارك تعالى بصالح عمله فتوسل أول ببره بولدي والثاني توسل إلى الله بتعففه عن الزنا بابنة عمه والثالث توسل إلى الله بأمانته وحرصه وحفظه لأجر الأجير فتوسل إلى الله عز وجل بعمل مشروع لكن لا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بولي من الأولياء وإنما علم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه ورفعت الأقلام وجفت صحف واعلم بأن الضر والنفع بيد الله جل وعلا واعلم بأنه لا يجوز أن تصرف أي صورة من صور العبادة إلا الله وحده بلا منازع أو شريك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وليس من محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسب مال الله من خصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام ليس هذا من باب الحب يا أحبابي وإنما باب الحب لله وباب الحب لرسول الله أن ننسب مال الله لله وأن ننسب مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير بل قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح لغير الله فقد أشرك وقال من نذر لغير الله فقد أشرك إلى آخر هذه المناهي النبوية فالتوسل لا يكون إلا بالعمل الصالح ولا ينبغي أن يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بولي من الأولياء وإنما توسل إلى الله تبارك وتعالى وسل الله جل وعلا وحده بلا واسطة وبلا منازع وبلا شريك وتوسل إليه بصالح العمل وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهو باب من أبواب الاعتقاد وليس باب خلافيا من أبواب الفقه والله سبحانه وتعالى أسأل أن نرزقنا وإياكم التوحيدة وأن نرزقنا وإياكم الإخلاص لكنني أود أن أنبه على جزئية مهمة جدا أنبه شبابنا وطلابنا وأحبابنا يعني أن لا ينبغي إذا أرد أن نعلم الناس هذا المعتقد لا ينبغي أن نعلم الناس بشيء من الكبر ولا بشيء من الاستعلاء ولا بشيء من العجب ولا بشيء من الغرور وإنما يجب أن نؤصل هذا المعتقد بحب بحب ليس على سبيل التحدي وليس على سبيل الاصدراء والاحتقار وإنما الناس أنا أدين الله بأن الناس الآن في أمس الحاجة إلى صدر رحب وإلى كلمة رقيقة مهذبة جميلة أن الناس تحتاج إلى صدر يسع أخطاءهم ويسع جهلهم ولا ينبغي على الإطلاق يا إخوة يعني أن نسقط الحكم بالتكفير على الناس ولا بالتفسيق ولا بالتبديع لمجرد أن يسقط المسلم في قولة كفر أو في فعلة كفر ففرق بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعييد وفرق بين أن أكفر إنسانا إن وقع في فعل الكفر أو قال قولة الكفر على الإطلاق وبين أن أحكم على قوله أو فعله بالكفر يعني قد يقول الإنسان قولة كفر لكن ليس من حق أن أسقط عليه الحكم بالتكفير وقد يفعل الإنسان فعل لا تكفر لكن ليس من حق أن أسقط عليه الحكمة بالتكفير لأن بعض شبابنا وبعض أحبابنا يتصرع في ذلك بل يجب علينا أن نفرق بين الحكمة على الإطلاق فنحن نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة أما الحكم على التعيين فلا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع حتى لا نكفر من لا ينبغي أن نكفر وحتى لا نفسق أو نبدع من لا ينبغي أن نفسق أو يبدع وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن أجمل ما قرأت لشيخ السلام التامية أنه قال فرق بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة فلا ينبغي أن يتصرع شاب من شبابنا ويقول أقمت الحجة على فلان لكن فلان لم يفهم الحجة ففرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقناكم التوحيد الخالص وأن يردنا إلى التوحيد بصفائه وشموله وكماله رد جميل إنه لو ذلك مولا